بيبدأ الفيلم في اليابان وتحديدا في مدينة توكيو مع شاب باسمه لايت واللي بيكون طالب جميعي وزاكي جدا وده لان ابو سوشيرو محاقق في المخابرات وعلمه حاجات كتيرة المهم في يوم بيقعد لايت في البار وهناك فيه واحد بيتنمر عليه هو وصحابه بس لايت ما بيقدرش يدافع عن نفسه وبيخرج من البار ولما بيخرج بيلاقي ان فيه كتاب مكتوب عليه مذكرة الموت فبيكرر ان ياخدها معا لبيته وما بيوصل بيفتاحها وبيلاني في الصفحة الاولى قوانين تعرفية عن الكتاب واللي بتقول ان الشخص اللي هيتكتب اسمه في المذكرة هيموت بساكتة قلبية في خلال ثواني ده غير ان لو كتب طريقة معينة عشان يموت بها الشخص دوت فالشخص هيموت بنفس الطريقة اللي كتبت في المذكرة بالزبط بس لايت وقتها ما بيصدقش الكلام دوت وبيفتكرها انها مجرد مذكرة تصنعت وخلاص ولكن الفضول بيخليه عاوز يكتب اسمه شخص عشان يتأكد فعلا من مصدقيتها والساعتها لايت بيكتب اسمه مجرم شافه في الاخبار على التلفزيون والمجرم دوت موت طالب في مدرسة وبعدها لايت بيروح ينام عادي جدا وبيسيب المذكرة جنبه وفي تاني يوم بيشوفها على الجورنال ان المجرم ده فعلا ما في الليل نتيجة سكتة قلبية وده نفس المعاد اللي لايت كتب فيه اسمه في المذكرة بس برضو ده ما بيكونش كفاية انه يخليه يسدق وبيخمن انه ممكن تكون دينه مجرد صدفة مش اكتر وبعد الساعات لما بيرجع من الجامعة بيلايه في طريقه متنمر اللي كان عاوز يضربه في البر مبارع فبيكرر يكتب اسمه متنمر اللي ضربه في المذكرة وفجأة بيبدأ المتنمر دوت يتعب وبيجيله ازمة قلبية وبيموت في ثواني قدام صحابه وكل ده بيحصل قدام لايت في الشارع وبياخد باله ان اي حد بيكتب اسمه في المذكرة بيموت بسكتة قلبية فبيفتكر كوانون المذكرة اللي كانت بتقول ان لو صاحب المذكرة ديت محددش طريقة الموت فالشخص اللي هيكتب اسمه هيموت نتيجة ازمة قلبية في ثواني وطبعا بعد اللي حصل بيتأكد لايت ان فعلا المذكرة ديت ممكن تموت اي حد المهم لايت بيكون في طريقه للبيت لكنه فجأة بيتخض لما بيشوف قدامه سيد الموت صاحب المذكرة واللي بيكون اسم ريوك وبيبدأ ريوك يعرف على نفسه وبيقول له انا صاحب المذكرة اللي معاك لكني مش هقدر اخدها منك لانها بتكون ملك الشخص اللي بيلاقيها هي والحارس اللي عليها وبكده ريوك والمذكرة شغلين دلوقتي لصالح لايت وبعد اربع شهور بيفضل لايت يستخدم المذكرة عشان يخلص العالم المجرمين وبيعمل سلسلة جرائم متكاملة وبيموت فيها المجرمين وبس لان لايت بيشوف ان هي دي العدالة الحقيقية بالنسباله وبينتشر الموضوع وسط الناس وبيكونوا مش فهمين مين اللي ورا كل دود فبيعلموا الشخص اللي بيموت المجرمين دول باسم كيرا وكيرا دي معناها السفاح في اللغة اليابانية وبيتعام المواقع باسمه عن انترنت من الجمهور لانهم شايفين ان كيرا بطل خارق وبيموت بس المجرمين وساعتها الشرطة بتبدأ تاخد بالها بالموضوع وبتبدأ تحقق في اللي بيحصل والشرطة ساعتها بتجيب اكبر محاققين في اليابان عشان القضية دي واللي منهم المحاقق اللي اسمه سشيره والد لايت لكنهم برضو ما بيقدروش يعرفوا مكان كيرا او شخصيته الحقيقية وبعد فترة بيقراروا يستعينوا باشهر محاقق في العالم اللي اسمه ال واللي حل قضايا صعبة جدا ومشهور بزكائه وبيتواصل إلمع الشرطة عن طريق مساعد وطاري عن طريق اللابتوب وبيقول للشرطة على معدل الجرائم اللي ارتكبها كيرا وده معناه ان فيه شخص واحد بس هو المسؤول عن موت الناس دي كلها وخصوصا الناس ديت بتموت بسكتة قلبية وبعد الاجتماع دوت بيظهر إيل على التلفزيون وبيوجه رسالة الكيرة وبيفضل يستفزوا لحد ما بيتعصب لايت وبيستخدم الاسم اللي على الشاشة وبيكتبه في المذكرة ونتيجة لكده بيموت المحاقق اللي على التلفزيون بالأزمة القلبية وصد كل سكان اليابان ولكن كل دوت بيطلع ان كان اختبار من إيل لان المحاقق إيل الحقيقي بيظهر على الشاشة على شكل حرف الإيل وكمان من غير وشه وبيتكلم برضو بصوت غير صوته الحقيقي وبيطلع ان الشخص اللي كيرا موته دوت هو مجرد مجرم كان محكوم عليه بالأعدام وبيطلب إيل من كيرا ساعتها ان يموته لو راجل ولكن لايت اللي هو كيرا يعني ما بيقدرش لانه ما يعرفش اسم إيل الحقيقي فبيعرف إيل ان كيرا محتاج يعرف اسم الضحية بالكامل وان يكون شاف وشه كمان على الأقل المرة واحدة وبعد ما بيقول إيل استنتاجه للشرطة بيطلع ان البس الإزاعي دوت اتهارت في مدينة توكيو وده معنان كيرا من نفس المدينة دي وبيطلب المحاقق إيل من الشرطة انهم يعملوا تقرير بتوقيت الجرائم اللي عملها كيرا قبل كده فبياخد باله ان دا كان بيحصل في أوقات استراحة الجامعات وأيام الأجازة وده معنان كيرا طالب جامعي وطبعا كل ده بيخلي لايت يحس بالقلق جدا فبيطلب من والده ان يساعد الشرطة في التحقيق وده عشان يكون في الصورة بشكل أوضح ويقدر يتلعب بالأدلة ولكن أبو بيرفض لأن المهمة دية خطيرة على لايت لأن كيرا لو عرف لايت ابنه ممكن يموته وكل ده ما يعرفش أساسا ان لايت ابنه يبقى هو كيرا وساعتها بيقدر لايت انه يختارك سجلات الشرطة من خلال الكمبيوتر بتاع والده فبيكتشف ان الشرطة عارفة ان كيرا طالب جامعي فبتيجي فكرة لايت انه يخلص على 24 مجرم في يوم واحد بس وانه يموت واحد منهم في كل ساعة على مدار اليوم وده عشان الشرطة تستبعد ان كيرا طالب جامعي ولكن بسبب اللي حصل بيعرف وقتها إيه لان كيرا بيقدر يوصل لسجلات الشرطة وده معنى ان كيرا يبقى واحد من قريب الشرطيين اللي شغالين على التحقيق دوت فبيطلب إيه من الشرطة انهم يرقبوا تحركات قريب بعض واللي منهم كمان لايت شخصية المهم في يوم لايت بيكون ماشي في الشارع مع ريوك وبياخد باله ان في حد عمال بيمشي وراته للطريق فبيحاول يلاقي اي طريقة عشان يعرف بيها اسم الزابط اللي بيرقبه وده عشان يكتبه في المذكرة ويخلص عليه المهم بالليل بيعرض ريوك على لايت ان يديله عين سيد الموت وعن طريق العين ديت هيقدر ان يشوف اسمه ومدة حياة اي شخص بمجرد ان يشوف وشه ولكن تمن العين ديت ان صاحب العين هيدفع نص حياته بس لايت بيخاف وبيرفض العرض دوت لانه مش مستغني عن نص حياته وبيكرر ان يعرف اسم الزابط دوت بطريقته وما بيفتح المذكرة عشان يقرأ القوانين بياخد باله من جزئية سبب الموت فبيكرر وقتها انه يعمل شوية اختبارات عن مساجين وبالتالي بيكتشف انه يقدر يخليهم يعملوا اللي هو عايزه قبل ما يموته زي مثلا ان يخليهم يكتبوا حاجات قبل ما يموته او ان يخلي واحد فيهم مثلا يحاول يغرب من الساجن وبيعرف لايت كمان ان اي حد بيلمسه مذكرة بيقدر يشوف ريوك فبيكرر ان يفكر بشكل اعمق عشان يقدر يستغل الموضوع صح وفي ثاني يوم بيقابل صاحبته الشيوري وبيركبوا الباص مع بعض وفي نفس الوقت بيظهر الزابط وراهم وبيركب الباص هو كمان لحد ما بيبصوا له لايت وبيسألوا انت ليه بترقبنا بس الزابط بيعمل نفسه انه مش عارف لايت بيتكلم عن ايه وبعد دقيق لما بيوصل الباص للمحطة تانية بيدخل الحرام للباص وبيكون معاه مسدس وبيخلي السواق ما يتحركش بالباص خالص وما بيشوف لايت اللي بيحصل بيطلع ورقة من محفظته كاتب فيها انه يحاول يكتف الحرامي وبيوري الورقة دية للزابط وده اللي بيخلي الزابط يقول هو مين وبيوري لايت انه زابط من قوات خاصة وبيكشف عن اسمه بالكامل وبيقول لايت انه هيتصرف بنفسه بس لايت بيرمي الورقة على الارض عشان الحرامي يشوفها وفعلا بيشوفها الحرامي وبيفتحها وبيقرأ اللي مكتوب فيها وساعتها بيتعصب جدا وبيوجيه مسدس على لايت بس بسبب انه لمس الورقة اللي كانت مقطوعة من مذكرة الموت بيشوف الحرام ريوك وبيترعب منه فبيضرب نور عليه ولكن ريوك ما بيتقصرش وده بيخلي الحرامي يترعب اكتر وبيخرج بسرعة من الباص بس اول ما بينزل بتخبطه عربية وبيمون وبيطلع ان كل دوت كانت خطة عملها لايت مبارح عشان بس يعرف اسم الزبط بالزبط اللي بنعرف ان اسمه ري وقدر كمان انه يتحكم في كل الحاجات اللي حصل عن طريق انه يكتب سبب موت المجرم واللي كان سلسلة من الاحداث اللي حصلت على الباص وبعد اللي حصل بياخد لايت صاحبته شيولي للمستشفى المهم بيروح ريو لبيته وهناك بتحذره خطبته نيومي بانه بيلعب لعبة خطيرة جدا ضد دكيرة بس ريو بيكون وصل جدا من نفسه لانه من فريق L ودايما متعود على المخاطر دية وبنرجع بقى من تاني اللايت واللي دلوقتي مش هيقدر يموت ري لانه ببساطة هيتعرف النكيرة وده لان كل زابط شغال في المهمة دية كان متعين له واحد من قريب فريق الشرطة ولايت كان متسجل ان راي هو اللي هيرقبه فبيكرر لايت وقتها انه هيخلص على كل المحققين اللي في الفريق مرة واحدة وده عشان يبعد عن نفس الشكوك وبيبدأ يمشي ورا راي جوة متر الأنفاء وبيسيب ظهر في الراي ولما بيفتحه بيلاي ان في جهاز لاسلكي وشوية مستندات وما بيلبس السماعة بيكلمه كيرة وبيثبت له ان كيرة لما بيموت واحد من مجرمين اللي مع المحقق في عربية المترو وبيقدر لايت وقتها يعرف كل اسام المحققين وده عن طريق انه بيكبر راي على كده وما بيكتب راي اسام المحققين في الورقة اللي معاه بيتفاجئ بريوك وبصصله من شباك المترو وده معناه ان الورقة ديت من مذكرة الموت وده معناه برضو ان راي هو اللي موت زميله بنفسه وده لانه كتب اساميهم كلهم في الورقة اللي معاه وبيخرج راي من المترو بعد ما سمع كلام كيرة ولكن وقتها بيجي له ازمة قلبية وبيموت وفي الوقت ده بيبدأ المحققين يموتوا واحد وراء الثاني وبكده عدد فريق L اصبح صغير جدا فبيكرر L انه يتواجب مع الفريق شخصيا وبيوري لهم شكله الحقيقي وبيبدأ بقى يكمل تحقيقاته وبيتفرج على التسجيلات بتاع الكاميرات مراقبة المترو وبياخد باله من راي وبيشور على عربية المترو قبل ما يموت فبيبدأ يستنتج ان كيرة يبقى واحد من اللي راي كان بيحقق معاهم وانه ممكن يكون من عائلة صوشيرو او عائلة راي وفي الوقت ده بتحقق نيومي في قضية موت خطبها وبتروح للباص اللي حصل فيه جريمة الحرامي اللي اتعرض للايت وراي وهناك بتعرف ان راي كان بيراقب لايت فبتروح نيومي لايت وبتبدأ تعرفه على نفسها لكنها ما بتقولوش على اسمها الحقيقة وبتبدأ تتهم انه كيرة لكنه بيمثل ان ما يعرفش هي بتتكلم عن ايه ولما بيروح لبيته بيبدأ يفكر في خطة بانه يعمل جدول لضحاياه في الايام اللي جاية وفي تاني يوم بيكون قلش شاكك ان كيرة يبقى واحد من عائلة صوشيرو فبيراكل كاميرات مراقبة في كل القوض في بيت صوشيرو وبيبدأ يرقب تحركاتهم على مدار اليوم بس ما بيرجع لايت للبيت بياخد بالهم اللي بيحصل وبيعرف انه مترائل فبيحس بالقلق اكتر وبيقرر ان يكون حريص جدا في كل حركة وبيعملها وبيبدأ ضحايا كيرة يموتوا مع الايام وبيكون قيل مراقب لايت كويس جدا وبيكون واخد بالهم اللي ما كتبش اي حاجة في الوقت ده او عمل اي حاجة غريبة بس على الرغم من كده برضو بيكون لسه شاكك في لايت وبيقولوا انه هيبعد لايت عن الاتهام لو واحد كمان من المجرمين ماتوا ومع مرور الايام بيحس لايت انهم لسه شاكين فيه اكتر من الاول فبيتكرر يعمل حاجة المهم بقى في اليوم السابع من التحقيق بياخد كيس شبس لقوته وبياكله وبيذاكر وما بيكون في قوته بيزهر خبر على التلفزيون وبيبني اسم حد مشكوك فيه انه خطف بينه فبيتم الابضع الشخص دوت بعد ما لقوا جسمان الضحية في بيت المتهم وفي وقت ازاعة الخبر بيتفرج الوقتها على رضوط فعل عائلة سوشيرو واللي منهم لايت بس بياخد باله انه ولا واحد منهم بيتفرج على الاخبار او حتى بيعمل حاجة تصير الشكل وفجأة بيبانع الاخبار انه مشتبه فيه مات نتيجة ازمة قلبية وده في وقت ما كان بيتحقق معاه وده طبعا بيكون دليل كافي القل عشان يشيل الكاميرات من بيت سوشيرو وبيبعد كل الشكوك عن لايت وعائلة المحاقق سوشيرو وبيظهر انه كل ده اصلا كان تابع خطة لايت لانه كان حاط التلفزيون صغير جدا جوا كيس الشبسي وكان قدامه ورق من مذكرة مكتوب عليه اسم المشتبع فيه وقدر يكتب اسمه وعمل نفسه عمال بيكل مش شبسي وقدر يدري ايده كويس جدا من غير ما الكاميرات تشوفه وما بيحس المحاقق الوقتها ان كيرا انتصر عليه بيتجيله مكلمة من نيومي وبتقوله انها شكف لايت انه كيرا وانها هتثبت ده قريب جدا بخطة هي عاملها وبتطلب من قل انه يتبع عن طريق كاميرات المراقبة بتاعت المتحق المهم بعدها بتروح للشيوري وبتكبرها انها تتصل على لايت عشان يحضر وما بيوصل لايت بيشوف نيومي وقتها وهي قابضة على شيوري تحت تعديد السلاح وبتحدده انه يعترف النكيرا وإلا هتخلص على شيوري ولكن لايت بيرفض انه يعترف فبتقوله نيومي على اسماعها الحقيقي وبتقوله يموتها عشان ينقذ حبيبته وفي الوقت ده بتحضر الشرطة للمتحق وساعتها بتستغل الشيوري انه نيومي متشتتها بسبب اصوات الشرطة فبتقرب منها وبتجري على لايت بسرعة وبدون تفكير بتدرب شيوري بالنار وبتخلص عليها وده بيخليها تفوق من اللي هي فيه وبتحس بالزنب تجاهل اللي حصل وبتكرر نيومي انها تني حياتها بالمسدس لانها موتت حد ببريد وبيطلع ان الكل ده اصلا كان خطة من لايت لانه عارف ان نيومي تبقى خطيبة راي وكانت هتتجوزه ورغم انها ما قالتش اسماعها الحقيقي إلا ان لايت راح للكنيسة وهارف اسماعها الحقيقي واللي قاله على اسم الاسيس اللي كان هيشرف على حفل جوازهم وبعدها لايت استخدم المذكرة ديت عشان يخليها تني حياتها بأيديها وده بعد ما تموت شيوري وهو برضو اللي خليها تتصل على ال وتعمل اللي هي عملته وبيمثل لايت وقتها انه حزين جدا على موت حبيبته وبيحاول بكل الطرق ان ينضم الفريق ال بحاجة انه عاوز ينطخم لحبيبته اللي ماتت وده طبعا عشان يقدر يكمل سلسل الجرائمه من غير ما اي حد يشك فيه وضع لك كيرة الحقيقية وبالفعل بتمشي كل حاجة تمام زي ملايط خط طلعب الزبط وبيقدر انه يبقى فرد مهم في الشرطة عشان يبعد عن نفس الشبهات وبيخلص الفيلم لو حاجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها overdose افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة